بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نتعرف في هذه المحاضرة على الحديث المرسل نبدأ بتعريفه في اللغة المرسل في اللغة هو اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف إصطلاحا هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي ومن بعد التابعي هو بالعادة وبالغالب هو الصحابي صورته صورة الحديث المرسل أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أن يقول التابعي وليس الصحابي سواء كان هذا التابعي صغير أو كبير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو يقول فعل بحضرته كذا وهذه الصورة هي صورة المرسل عند أهل الحديث مثال على الحديث المرسل ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال حدثني محمد بن الرافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة فسعيد ابن المسيب تابعي وهو من كبار التابعين روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فسقط من إسناد هذا الحديث آخره وهو من بعد التابعي وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط اسم الصحابي ويحتمل أن يسقط مع اسم الصحابي اسم التابعي مثلا الآن سنتكلم عن المرسل عند الفقهاء والأصوليين الذي ذكرناه سابقا هو صورته عند المحدثين أما عند الفقهاء والأصوليين فالمرسل أعم من هذه الصورة فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه الانقطاع في البداية السند أو في آخر السند أو في أثناء السند كل هذه الانقطاع يسمى مرسل وهذا مذهب الخطيب البغدادي أيضا رحمه الله تعالى حكم الحديث المرسل الحديث المرسل أيضا هو ضعيف ومردود سبب ذلك أنه فقد شرطا من شروط الحديث المقبول وهو شرط اتصال السند ويضاف إلى ذلك أيضا الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون هذا الراوي المحذوف غير صحابي وغير الصحابة يحتمل أن يكون بعضهم ضعفاء لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به سبب هذا الاختلاف أن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند لأن الساقط من هذا السند غالبا ما يكون صحابي والصحابة كلهم عدول لا يضر عدم معرفتهم مجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال القول الأول كما ذكرنا هو أنه ضعيف مردود عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي كما أسلفنا قبل قليل القول الثاني أنه صحيح يحتج به وهذا عند الآئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وطائفة من العلماء بشرط عندهم شرط حتى نحكم بصحته أن يكون المرسل عفوا ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة حجتهم في ذلك أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة القول الثالث قبوله بشروط أي قبول المرسل بشروط وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم وفي المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى نتعرف على الشروط التي شرطوها لقبول الحديث المرسل هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر